السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير اهلا بكم في فكرة جديد هنعمل مع بعض النهاردة الكفتة الكفتة الاقتصادية كفتة جميلة جدا وطعمها حلوة اوي انا عملت كيلو لربع من اللحمة وعمل معي كمية كبيرة جدا حلوة اوي وطعمها بيبقى جميل وطرية بس قبل ما تشوف الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير اوي وتشتركوا في القناة وتفعلوا بجرس عشان نوصل لكم كل جديد ويلا نبدأ الفيديو مع بعض المكونات هنا معايا عملت تلات بصلوات متوسطين وفرمتون فرم ناعم جدا في الكبة ومعايا هنا فلفل اسود وكاريو وحبهان مطحون وبصل بودرة وتن بودرة وحطيت خلطة مستردة وحطيت زنجابل مطحون وبهارات لحمة وبهارات مشاوي واجبت كيلو لربع من اللحمة آآ فيها نسبة دهن وهنا معايا الملح والبرغل حطيت آآ نص كباية من البرغل وسبته منقوع في المياه آآ نص ساعة آآ الخاطة دي مهمة جدا نحن نسيبه في المياه منقوع آآ وده الكمية بعد ما تنقع بتبقى كتير شوية بتكتر شوية آآ على ما بيكون يعني ناشف بس كده خلاص البرغل آآ هحط عليه بقى البصل ننقع البرغل كويس جدا عشان يبقى طري وآآ ويبقاش باين قوي في الكفتة واحطي هنا بقى البهارات البهارات مهمة جدا آآ في الكفتة زود البهارات آآ كل ما بتزود البهارات بتديها طعم اجمل واحقلبهم كويس جدا مع بعض. واحط الملح واتزبط الملح بتاعها كويس. عشان الكفتة معاك تطلع آآ طرية وكويسة ومش نشفة آآ ما تسيبهاش كتير قوي في الفرن يعني آآ اول ما تلاقيها كده آآ دهونها سيحد وآآ وآآ ليسة طرية وآآ خلص طلعيها على طول وبتاخدش نص ساعة لان طبعا اللحم مفرومة وآآ ما بتاخدش وقت كتير يعني. بس هحطي هنا اللحمة. آآ اللحمة فيها دهن اللي انا جايباها في نسبة دهون. انت لو هتجيب لحمة آآ صافيا ما فياش دهون. يعني مسلا الكيلو آآ لازم يكون طبعا فيه آآ دهن. يعني انت لو هتجيب كيلو هتجيب عليهم ربع كيلو من الدهن. بس هبدأ بقى لانا اخلطهم كويس جدا مع بعض. بنفس الشكل ده. وهجيب بقى اللي هي الاعواض بتاعت الشيش طوق. وهبدأ اللي نشكلها. آآ اعمل الصوابع بتاعتها بتكون تخينة عشان آآ آآ لما بيكون فيها دهن طبعا الدهون بتسيح وبتكيش شويان. يعني بتكيشش كتير قوي. بس يعني لما بتكون تخينة بتبقى كويسة ما بتنشافش معاكي في الفرن. آآ عملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. احسن بكتير جدا من الاكل من الكفتة اللي بنشترى من برا. مجد حلوة قوي. وطبعا حاجة مضمونة انت عاملها في البيت نظيفة. آآ يعني عايزين نعود اولادنا زي ما قلت لكم قبل كده على الاكل البيتي. آآ عشان لما يكبروا يحبوا الاكل بتاع البيت ما يبقوش عايزين يجيبوا اكل من برا. يعني ايه نتفنن كده اللي هنعملوهم الحاجات الكويسة اللي يعني اللي بيحبوها. بس هعمل بقى كل الكمية بنفس الشكل اللي انت شايفينه ده. طرقتها سهلة خالص مش بتاخد وقت خالص منك. بس خلاص انا خلاصي كده كل الكمية زي من شايفين. الكلو اللي رابع عمل معي كمية كبيرة جدا. هبدأ بقى لانا بالفرشة كده امسح يعني مسحة بسيطة خالص بالزيت. عشان لما حطها الشبكة بتاعت الفرن ما تلزقش فيها. وهنا غليط مية في صانية حطها تحت الكفتة. واحط هنا الكفتة على الشبكة. بنفس الشكل شايفينه ده. المية لما بتكون مغلية وسخنة بتخلت كفتة يعني لما تستوتي بقى طرية وجميلة جدا. شايفين طلعت من الفرن جميلة قوي وجد حلوة جدا وطرية وطعمها جميل. هنغطي بقى عليها لو انت عايزة تعملي آآ فحمة تولعيها وتحطيها مع الكفتة بتديها طعمة برضو حلو جدا. انا كده خلاص خلصتها. آآ ما اخدتش كتير في الفرن وآآ ومشاء الله جميلة جدا. عملت جنبها آآ مكارونة يعني حمرة بالسلسة. وبرضو آآ عملت جنبها بطاطة مقلية وصلتها طبعا خضرة. آآ وصلتة آآ طحينة. طبعا دي اساسي في اي حاجة انت بتعملها مشوية. آآ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا واقتصادية جدا. يا ربي ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. مع السلامة.